هنا نروح للأخبار العالمية ونروح لفرنسا وباريس سان جرمان وأعلن يوم الحد صابت نجمه الأرجنتيني ميسي بفيروس كورونا ونشر حساب نادي باريس سان جرمان الرسمي عبر تويتر لينيول ميسي مصاب بفيروس كورونا بعد المصحة الأخيرة اللي تم إجراءها من جانب النادي وذلك إلى جانب أربع إصابات أخرى يستعد الفريق الباريسي لخوض مباراة قوية أمام ضيفه فريق ليونة مقرر لها يوم 9 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الفرنسي وتصدر باريس سان جرمان جدول تدريب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة ومتفوقا بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسه فريق مارسيليا الوصيف برصيد 34 نقطة بعد نهاية الدور الأول من المسابقة طيب خلينا أقول لكم حاجة لطيفة جدا 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 هما الأندية الأوروبية كانت خايفة تخلي اللعيب الأفرقى يجوا بطولة أفرقية في الكاميرون علشان جائحة الكورونا هلحد فيهم فكر يعمل إيقاف أو يلغي أو يوقف مجموعة معينة من اللقاءات أو يقول لك في شهرين هنوقف النشاط لحد ما الأعداد تقل ما حصلش في كل الأندية الأوروبية في كل الدوريات الأوروبية أقل دوري حاليا فيه 50-60 لاعب عنده كورونا وبيلعبه عادي الدوري ما حدش فكر يوقف الدوري هل بقى ده كان طبيعي هل ده عادي ساعتها هل ده هناك تمام الكورونا عندهم غير الكورونا اللي موجودة في أفرقيا أو موجودة في كاميرون فساعاته أحب يحس أن يكون فيه بس إيه مساواة كده أفضل يعني محمد صلاح كان قبل اللقاء النهاردة كل الناس بتأمل أن صلاح يحقق رقم جديد ويسجل النهاردة هدف في لقاء تشيلسي علشان يقدر كمان يخش كده في مجموعة جديدة من الأرقام يكون هو من اللعيبة التاريخيين للريتز في مدينة لندن حيث كان قبل الماتش ده بيشارك ستيفن جيررد 13 هدف لكن حاليا الحمد لله صلاح سجل هدف وقصر رقم جيررد دايما صلاح مركز في الأرقام القاسية دايما صلاح كل يوم كل سنية كل ساعة في ليفر بول بيقصر أرقام جديدة نتمنى نجم العرب وفخر العرب يفضل مكمل كل يوم في ليفر بول صلاح بجد بجد بيشتغل كل سنية على نفسه ومش بيستنى يوم عشان يشوف ايه مشكله وبيصلح على طول على طول شغال في الأفضل وده الواضح دايما ده اللي كل الناس بتتكلم عنه مركز داخل ملعب فقط خارج ملعب يتقال ايه عايزين نعمل ايه فلوس زيادة عايز فلوس كل الكلام ده هو مش شغل باله بيه الرجل شغل باله تدريبه تمرينه داخل ملعب لفنش بتاعه وعمل الزايد فرجوا على صلاح أول ما راح ليفر بول وطريقة انهاء الهجمات عن صلاح دلوقتي وطريقة انهاء الهجمات دلوقتي صلاح حاليا بقت الكرة بتجيله قبل ما يبدأ يعدل ويروح للجون الناس بتحتفل لان الكرة جون كون راحت في الصلاح في الحتة دي فصلاح مش هيستنى هيخلص بقى كل هدف صلاح بيجيبه أحلى من اللي قبله كالناس بتتهم صلاح انه هو فكرة أهدافه عادية بس للكرة جات لقدام الجون فاشتها والجون هيعمل ايه لكن صلاح كمان آخر كام سنة مفيش هدف بيجيبه مفهوش معلمة مفهوش فن مفهوش فنت بجسمه حلو مفهوش ترئيصة جميلة مفهوش سبعة مصرية من المصريين بس اللي عارفينها الشهيرة جدا بيمينه وبشماله فبدأ صلاح يتقلق بشكل كبير وأكيد صلاح هيفضل مكمل بهذا النصق نتمنى لأطول وقت ممكن خلونا نروح للدوري الإطالي ان في حالة من القلق بيعيشها مسؤولي الدوري الإطالي بشأن انتظام مباريات المسابقة في ظل انتشار فيروس كورونا بين الفرق الإطالية مختلف يعني الفرق في فيروس كورونا كتير مع اللاعبين وذكر في موقع كالشيو مركاتو الإطالي ان بعض مباريات الجولة العشرين من كالشيو مهددة بتأجيل بسبب إصابات كورونا أو قد تؤجل الجولة بأكملها إلى موعد لاحق وذكر التقرير إلى أن حالات الكورونا ارتفعت إلى خمسين إصابة بين اللاعبين البطولة لسا بنقول الله يا جماعة أن في كل الأندية في كل الفرق في كل الدوريات أعداد كبيرة جدا وبدأوا هيتطروا يوقفوا البطولات فيعني نتمنى في الفترة الجاية نقدر نتغلب على جائحة كورونا ويريت الناس تخلي بالها برضو علشان الفيروس بدأ ينتشر بشكل قوي جدا زي كل سنة في بداية دخلة الشتاء الأعداد بتزيد فيريت نخلي بالنا عشان نحافظ على نفسنا وعلى أسرنا